السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة بدون مقدمات بإمكانك التخلص من الدهون على الكبد ومن الكبد الدهني اللي هو مرض العصر لوحدك وبدون أدوية تعرف كيف؟ ببساطة لازم تعالج أساس وأصل المرض وسبب المرض لا تعالج النتائج فقط ما رح تستفيد أبدا لازم تعرف أنه أهم سبب للكبد الدهني هو تناولك لكميات كبيرة من الكربوهايدريت واللي هي نفس السكريات فأنت لما بتتناول بشكل يومي النشويات والسكريات بكميات كبيرة رح يزيد وزنك وتدخل بالبدانة وبمقاومة الإنسولين ولما بتدخل بمقاومة الإنسولين الكبد عندك رح يصنع الدهون السلاسية والكوليسترول الضار وغيره من الدهون ويوم بعد يوم بتتراكم الدهون فوق بعضها وبتتكدس على الكبد ورح تنصاب لا سمح الله بالكبد الدهني الكبد بالحالة الطبيعية يعمل على تنظيف وديتوكس الدم الكبد ينظف الدم من السموم والمعادن الثقيلة المختلفة ومن الأدوية والمبيدات الحشرية الموجودة على الخضروات وأيضا على الفاكهة الكبد الدهني والدهون على الكبد ستنقص بشكل كبير من قدرة الكبد على تنظيف الدم من هالسموم الموجودة بالبيئة اللي منعيش فيها هذه السموم الموجودة بالمبيدات الحشرية اللي تستخدم لرش المزروعات والأشجار وأيضا موجودة بالأواني البلاسيكية اللي تستخدم لحفظ الأطعمة وعبوات المياه البلاسيكية وأيضا هذه السموم بالهواء مثل دخان سقائر والغازات الناتجة عن المنظفات اللي نستخدمها في معظم البيوت لازم تنتبه أيضا وتكون حذر من الاكثار من تناول بعض الأدوية وبشكل خاص المضادات الحيوية والمسكينات فالكبد عند تراكم الدهون وتكدسها عليه لن يكون قادر على تنظيف الدم من هالأدوية بشكل فعال أنصحك بالابتعاد عن السموم البيئية والسموم الغذائية الكبد الدهني إذا لم يعالش خطير على الحياة وممكن يتحول من كبد الدهني إلى كبد متليف يعني فشل الكبد وبالتالي تعطل كل أجهزة الجسم وخطورة على الحياة طيب صار لازم تعرف ما هي أعراض الكبد الدهني عند المرأة ممكن يحدث عدم انتظام بالدورة الشهرية وممكن مشكلة في الإنجاب وممكن تتعرض لسرطانات لسمح الله هالأعراض والمشكلات مرتبطة بارتفاع مستوى هرمون الاستروجين عنده عن الحد الطبيعي وهذا طبعا ناتج عن الكبد الدهني عند الرجل ممكن يحدث ضعف شنسي وممكن يصير جلده ناعم وصوته ناعم وممكن يصير عنده تثدي ويفقد الشعر بجسمه وهالعلامات الأنثوية سببها ارتفاع مستوى الاستروجين عند الرجل عن الحد الطبيعي بسبب إصابته بالكبد الدهني هذه المشكلة الكبيرة ارتفاع هرمون الاستروجين عند المرأة والرجل سببها تكدس الدهون على الكبد فالكبد هو اللي بيقوم بتنظيف الجسم من الهرمونات الزائدة لذلك تكدس الدهون تجعل الكبد غير قادر على تنظيف الدم من الاستروجين الزائد فتظهر الأعراض السابقة اللي حكيت عنها من أعراض الكبد الدهني أيضا التعب والوهن والآلام العضلية رح تشعر بتعب كبير وخمول بجسمك وألم بعضلاتك وحتى لو نمت عشر ساعات باليوم ما رح تشعر بالراحة رح تشعر بالتعب والوهن دائما حتى لو شغلك غير متعب وحتى لو انك ما عم تتعرض لضغط بالبيت أو العمل ليش يترى كلها التعب والخمول والآلام العضلية إصابة الكبد هذا العضو النبيل لا سمح الله يعني إصابة الجهاز المسؤول عن تنظيف الجسم من السموم اللي حكينا عنها فإصابتك بالكبد الدهني وتكدس الدهون على الكبد رح تأدي لقيام الكبد بعملية التنظيف بشكل جزئي وليس بشكل كامل بالتالي رح تترسب وتتجمع هالسموم بخلايا الجسم المختلفة مما يؤدي لبدء ظهور أعراض الكبد الدهني من أعراض الكبد الدهني أيضا نقص القدرة البصرية ليلا أو ما يسمى بالعشة الليلي أو العام الليلي فالمريض بسبب إصابته بالكبد الدهني سيصاب بنقص كبير في انتصاص فيتامين ألف وهذا الشيء رح يسبب عنده العشة الليلي بعض الأشخاص وبعد سنوات من الإصابة بالكبد الدهني يصابون بتليف كبد بيتحول الكبد الدهني إلى تليف كبد وبيشكي المريض من ألم حاد عند الاستلقاء بسبب ضغط الكبد المتليف والضخم على الأعضاء المجاورة طيب ما هي الفحوصات التي يمكن إجراءها لكشف الإصابة بالكبد الدهني؟ بإمكانك لكشف إصابتك بالكبد الدهني إجراء فحص بسيط إيكو أمواج فوق صوتي للكبد يجب إجراء فحص السكر الصيامي على الريق وفحص الإنسولين الصيامي إذا كان هالفحصين عاليين جدا فأنت عندك مقاومة الإنسولين ومقاومة الإنسولين هي أساس وأصل لمشكلة الكبد الدهني يجب إجراء فحص دم بسيط هو فحص وظائف الكبد إذا كانت خمائر الكبد أو أنزيمات الكبد الـ SGBT و SGOT مرتفعة وعصارة الكبد الصفراوي أيضا فهذا يشير لإصابتك بالكبد الدهني فحص CRP بيكون مرتفع أيضا عند مريض الكبد الدهني فحص LDL الكوليسترول الضار بيكون عالي وفحص HDL الكوليسترول الحميد أو النافع بيكون منخفض أما فحص الدهون السلاسية تريغليسرايد بيكون مرتفع عند مريض الكبد الدهني فحص هرمون الاستروجين وهرمون الكورتيزول بيكونوا مرتفعين عند مريض الكبد الدهني طيب شو هي المكملات الغذائية اللي لازم تتناولها أنت كمريض كبد الدهني لازم تتناول مكمل غذائي بيزيد من إفراز أقوى مضاد أكسدي بالجسن وهو الكلوتاثيون وهو المكمل متوفر بالصيدليات بأسماء مختلفة لازم تتناول أوميغا ثري وبروبايوتيك جراثيم مفيدة وأيضا مالتي ماغنيزيوم وهو المكملات ستساعدك على تنظيف كبدك وحمايته والسير نحو الشفاء بإذن الله وصلنا لنظام التغذية الصحي اللي لازم يتبعوا مريض الكبد الدهني ليتخلص من الدهون المتكدسي على الكبد ولتنظيف الكبد من الدهون والشفاء من الكبد الدهني النظام الغذائي اللي بدي أحكي عنه مفيد لمريض الكبد الدهني وأيضا مفيد للشخص اللي عنده مقاومة إنسولين وجاهز للإصابة بالكبد الدهني يعني هو بطريقه للكبد الدهني امتنع تماما عن السكر الأبيض المكرر والزيوت النباتية المهدرجة والمعلبات اللي بتحتوي على مواد حافظة ومواد ملونة وامتنع عن المياه الغازية والعصائر والكتشاب والصلصات والأطعمة الغنية بالمناكيهات الصناعية وكلها أطعمة غنية بالسكر بنصحك بتناول 3 حبات تمر باليوم سكر طبيعي أو ملعقة صغيرة من عسل طبيعي امتنع عن النشويات التي تمتص بسهولة وتسبب ارتفاع سكر الدم والكبد الدهني وأهمها طحين القمح والخبز والمعجنات والمعكرونة والبطاطا والرز أنصحك بتناول كمية معتدلة من النشويات الغنية بالألياف والبروتينات مثل البطاطا الحلوة والشوفان الخالي من الجلوتين وبذور الشية والرز الوني بنصحك كمان بتناول زيت الزيتون مع الطبخ والسمن البلدي والزبدي البلدية وإضافة لزيت الزيتون والسمن البلدي تناول من الدهون الصحي المكسرات والأبوغادو وتذكر دائما أن الكبد الدهني ما بينتج مثل ما يظن البعض عن تناول الدهون الكبد الدهني سبب والأساسي تناول السكريات والنشويات بكميات كبيرة وأيضا تناول الزيت النباتية المهدرجة أنصحك بتناول البروتين الحيواني وبشكل خاص الأسماك مرتين لثلاث مرات بالأسبوع لحم الدجاج مرة بالأسبوع اللحم الأحمر مرة كل أسبوعين أو ثلاث أسابيع وطبعا دائما خلينا نكون عارفين مصدر هاللحوم تناول البقوليات مثل الفول والحمص والعدس بكميات معتدلة أربعة إلى خمس ملاعق مطبوخة باليوم لا تتناولها بكميات كبيرة لأن النشويات الصحية الموجودة بالبقوليات ستتحول لسكر ورح تأدي لارتفاع السكر بالدم ومع الأيام لكبد الدهني تناول الخضروات غير النشوية اللي ما بترفع سكر الدم مثل البروكلي والزهرة والكرافس والقرنبيط الكوسة أوراق الخضراء وخاصة الجرجير والكزبرة وتناول الشواندر الني بدون طبخ مضاد أكسادي قوي ورائع لتنظيف وديتوكس الكبد أما البطاطا فابتعد عنها لأنها خضار نشوية بترفع سكر الدم وبتسبب الكبد الدهني تناول من الفواكه الجريبي فروت الرمان التفاح التوت والفريز الفراولة وبتعد مبدئيا حتى تتحسن عن العنب والتين والمانجا وتناول دائما الفواكه مثل ما هي كثمار غنية بالألياف لا تتناول عصير الفواكه اتناول العصير الأخضر وأيضا عصير الكرافس مع الشواندر والقريب فروت والكزبرة اشرب الماء بشكل جيد 8-10 أكواب باليوم يعني 2-2.5 لتر باليوم اتناول مشروب الأعشاب المختلفة اتناول شاي أحمر قهوة شاي أخضر أو أي مشروب دافئ وطبعا بدون سكر لتتخلص من الكبد الدهني بأسرع وقت وإضافة لكل ما سبق وكل مهم مارس الرياضة وخاصة رياضة المشي نصف ساعة يوميا صباحا أو بأي وقت إذا ظرفك ما بيسمح صباحا مارس تمرين التنفس شهيق عميق وزفير طويل عدد دقائق يوميا 3-4 دقائق رائعين صباحا ومساء استيقظ صباحا باكرا 6.5-7 صباحا ونام بحدود الإذاعش ليلا حتى ما يرتفع عندك هرمون الكورتيزول وينخفض هرمون النمو امضغ الطعام بشكل جيد امتنع عن التدخين وابتعد عن الجو الملوث بدخان السقائر أحبائي تابعوني دائما كونوا بخير بإذن الله دخلوا دائما لقوائم التشغيل بقناتي وشاهدوا الفيديوهات وكتبوا تعليقاتكم وأسئلكم وسأجيب عليها إن شاء الله شاركوا الفيديوهات ووصلوا لأكبر عدد من الناس لتكون الفائدة عامة فعلوا زر الجرس ليوصلكم دائما إشعار بالفيديو اللي رح ينزل بشكركم وبحبكم جميعا وبتشرف فيكم وسعيد بوجودكم بقناتي ودعمكم إلي محبتي الكبيرة وتمنياتي القلبية بالخير والصحة والسعادة والسلام لكم وللعالم أجمع كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته